اشتركوا في القناة وما يكون في توجه لزيادة الانتاج نحن طبعاً كنا نتوقع هذا الشي في الشهر الماضي أجلناه لدسمبر لنكون نشوف الطلب كيف أظن بيانات الصين متضاربة أكثر من أنها كتير سلبية مخزونات في العالم نوعاً ما كانت تتراجع أكثر من التوقعات كمان نوع من الإشارات الإيجابية ولكن كنا نشوف لعبين عديدين في أوبك مثلاً المملكة العربية السعودية كان بهم ما ترجع يكون عندها حصة أكبر في سوق النفط فإنها تكون تزيد انتاجها حتى لو كانها شيء عم بيأثر على الأسعار ما كانت سيناريو مستبعد فنحتاج أن ننتظر لنرى ولكن كمان أدي في عنا تباين في أسوق على الأليلة عم بيقلنا قد لا نرى مستويات مرتفعة جداً توترات جيو سيسيين مش عم تأثر على الإنتاج ولا على سليسل التوريد الطلب نحن بحاجة لرؤية سلسلة من يمكن الطلب المرتفع لنقول أوكي في عنا موجة فعلاً من ارتفاع للطلب أوبك بلاس بقى حيكون هي اللاعب الرئيسي في حال زادة الانتاج طبعاً الأسعار ستستمر بالانخفات طيب فرح خلينا شوي نذهب للذهب مستويات جديدة مستويات قياسية جديدة بالنسبة للتحركات وصلنا 2008 إلى أين تتحرك الأسعار هل نعنو قريبين جداً من مستويات 3000؟ حلاً نحن قريبين جداً لكن لازم كمان نعرف شي نحن في مستويات قياسية جديدة وكلما نكون عم نعتبر هاي تاريطوري جديد كلما تكون كمان توقعات إلى أين ستصل شوي بيصير في عنا علامة استفهام عليها بس فيني أعتبر له عديد من الأمور عم تدعم الضهب طبعاً اقتراب الانتخابات قد تزيد من حدة أنه ما في عنا صورة واضحة شوي الأسواق الأسهم على رغم من هالبيانات اللي عم تصدر إيجابية ولكن ما عم نشوف ارتفاعات كبيرة شوي كمان كانت عم تدعم الضهب وخلينا نتذكر هالمستويات عم توصل على رغم كان من ارتداد الدولار لفترة طويلة كمان كان عم نشوف نوعاً ما قوة لعوائد السندات والدهب عم يستفيد فنشوف 3000 منه سيناريو مستبعد خصوصي أنه كبار البنوك حول العالم لا يزال ويحتفظوا بالدهب الدهب اليوم صار هو تاني أكبر احتياطي للبنوك يعني تعدى اليورو فأنا نكون عم نشوف طبعاً ما رح نكون عم نشوف موجة باعة كبيرة فاستمرار على الأليلة هالدعم للدهب وصوله مثلاً كدعم كمستويات فنية عنا لـ 2820 من بعد 3000 سيناريوهات ممكنة جداً أن نكون عم نشوفها خصوصي في حال استمرت الأوضاع مثل ما عم نشوفها بلوقت الحالة فائدة وبخاوف جيو سياسية فرح قد يكون سؤال الأخير ولكن سامحيني في سؤال الأخير بيانات مهمة نترقبها هذا الأسبوع من ضمنها اليوم بالتحديد بيانات الناتج المحلي الإجمالي للإقتصاد الأمريكي توقعاتك بالنسبة لهذه المطيات سلسلة طويلة لدينا الأعمال كمان اليوم EDP في الكطاع الخاص الناتج المحلي الإجمالي متوقعين عند 3% فمهم كثير للمستثمين والمتداولين يلاحظوا كل هذه البيانات التي ستصدر إن كان لدينا بيانات من السوق العمل الجيدة والجي دي بي الناتج المحلي قوي كله قد يدعم شوي ارتداد يمكن على الدهب قوة للدولار لأنه نتوقع ما رح يتوجه الفيدرالي للتقليص بش وطيرة مرتفعة بس أظن 25 نقطة أساس خلنا دايما نتذكر تبدو تحصيل حاصل في الاجتماع القادم من الفيدرالي فكلها بيانات شوي بتعطينا صورة مستقبلية أكتر في حال كلها جاءت عم تأكد وضع جيد لأسوق العمل والناتج المحلي الإجمالي قد نرى دعم إضافي للدولار نعم صورة واضحة فرح مراد محل الأولى لدى الأسواق المالية لدى أكوتي شكرا فرح شكرا شكرا